ببقى اللي احنا بدأنا هذا الحديث بمنتدى شباب العالم شرم الشيخ هي عروس عروس السلام عروس المحبة عروس الإنسانية عروس تستقبل قوى الشباب من كل أنحاء العالم 169 دولة فيها شباب العالم جايين من أجل أن يكونوا موجودين في أرض مصر ويشاركوا فيه منتدى الشباب الموجود ومنتدى الشباب طبعا في نسخته الرابعة وزي ما انتم شايفين الصورة بتتحدث وبدأ فعلا الفعاليات شرم الشيخ مبتهجة شرم الشيخ فيها طاقة الشباب كلها ربما ساعات قليلة وينطلق فعلا منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة زي ما قلت لحضراتكم المنتدى ده بجد بيلفت أنظار العالم كله ليه؟ أولا لأسباب كثيرة جدا الشباب اللي جاي من 169 دولة شباب فيهم دول طبعا عندهم احترازات وعندهم كورونا وعندهم مشاكل كبيرة وطبعا احنا في مصر عندنا كافة يعني الإجراءات الاحترازية الخاصة علشان تأمن سلامة وجود المشاركين بشكل كبير جدا ولكن كمان هذا الحدث يعتبر الحدث الأهم والشبابي في العالم يعني على مدار السنوات اللي فاتت الشباب لما بنتكلم يعني بنتكلم عن المستقبل كمان بنتكلم عن الحاضر مفيش مجتمع أبدا بينهض أو يتقدم بدون سواعد شبابه القاعدة دي أرساها سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي من أول ما تولى المسؤولية الشباب كانت الجملة لو تفتكروا معايا كان يقول دايما الشباب ثم الشباب ثم الشباب وعشان كده شفنا شباب تتقلت كمان مناصب قيادية شفنا كمان مبادرات لتأهيل واعادات الشباب بشكل كبير شفنا أكتر كمان منتدى شباب العالم اللي كلنا كنا بنتبعوا على مدى ثلاث سنوات وكان بيناقش دايما حاجات كتير جدا السنة دي فيه مجموعة من الملفات أعتقد أن هي ملفات مهمة ملفات بتهم مش بس الشباب بتهم كل الفئات أهمها وأبرزها هي شكل عالمنا بعد جائحة كورونا كلنا عايزين نعرف وكلنا دايما نقول يا ترى بعد كورونا وإحنا نفسنا كشعوب حاسين أنه لا الدنيا متغيرة وأنه كورونا غيرت حاجات كتير وأنه كورونا فرضت علينا كمان أنه احنا نجري ونطور ونحاول ونشوف ونجد سبل للحياة بمناسبة كمان كورونا عايزة أقول لكم أنه يعني استعدت شرم الشيخ زي ما انتم شايفين في الصورة عشان برضو نطمئن لاستقبال ضيوف المنتدى وده وسط إجراءات احترازية كاملة وطبعا متقدمة جدا الإجراءات بتتناسب كمان مع عودة المنتدى في مرحلة ما بعد جائحة كورونا أنا سعيدة جدا لأن اللي أنا بتابعه من أخبار واللي بشوفه أنه فيه كمان حاجات فيها الشكل التكنولوجي اللي موجود من حيث التطهير والتعقيم والتأمين وأمان الناس كل ده موجود